السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو تحدي الحلول من جوجل هو عبارة عن تحدي يقام كل سنة من قبل شركة جوجل والتحدي يكون تحدي عالمي فكرة التحدي انه انتوا تسوون مشروع او برنامج او تطبيق او اي تقنية انتوا تردون تستخدموها ومن خلال هذا المشروع اللي انتوا راح تسووا راح ترقون حل الى واحد او اكثر من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة الاسباطعش هاي هي اهداف التنمية المستدامة اللي هي مثل القضاء على الفقر القضاء على الجوع التام الصحة الجيدة والرفاهية التعليم الجيد والى اخره من الاهداف الاسباطعش للامم المتحدة يعني شون راح تكون اتوا تجون تختارون اما واحد او اكثر من اهداف التنمية المستدامة يعني مثلا شوفون اتوا المجتمع مالتكم من شنو يعاني مثلا مجتمعكم يعاني من عدم وجود مياه نظيفة راح تلقون حل لهاي المشكلة الموجودة بالمجتمع مالتكم وهذا الحل مالتكم يتكون تقني يعني راح تبنون مشروع يعني الكتروني او تقني وهذا المشروع هو راح يكون عن طريقة الحل ila هاي المشاكل اللي داعاني منها المجتمع مالتكم او البلد مالتكم او المجتمع العالمي بشكل عام يعني اتوا تختارون مشكلة اما يعاني من عدها دولتكم او يعاني من عدها العالم بشكل عام وتلقولها حل وهذا الحل يكون تقني زين بعد ما انتوا لقيتوا الحل وابنيتوا البرنامج مالتكم والتطبيق مالتكم شا تسوون الخطوة التالية هي انه تقدمون على الاستمارة على الاستمارة هي اللي تنزلها شركة جوجل ومن خلالها راح تكونون انتوا انضميتوا للمسابقة طبعا الاستمارة راح تنزل يوم 11-13 وتنغلق يوم 31-3 بعدين بشهر الخامس راح يختارون افضل 100 حل وبشهر السادس راح يختارون افضل 10 حلول واخر شي يعني هي المسابقة تنتهي بياه شهر شهر الثامن من نفس السنة 2023 راح يختارون افضل 3 حلول وراح يكون العرض التوضيحي للحل الجواز اليسا انا بعد ما بنيت تطبيق مالتي او بنيت المشروع مالتي ولقيت حل الى مشكلة داعاني من عندها المجتمع انا شنو راح احصل من راح اشارك بهاي المسابقة اول شي افضل 100 فرق هما راح يصنفون يعني الفرق او المجاميع اللي راح تشارك راح يصنفوهم يعني كل مرة راح يمثلا يسوون تصفية الى ان يصفون بالنهاية من المسابقة فقط 3 اول شي افضل 3 فرق راح يحصلون على ارشادات من شركة جوغل من مختصين شركة جوجل وايضا راح يحصلون على هدايا مثل تي شيرت وشهادة مشاركة هاي يعني هما دول المية تأهلوا وشنو تأهلوا الى الخطوة الجاية الخطوة الجاية دول المية راح يفرزنوهم الى 10 10 فرق دول العشرة لا راح تكون جوائزهم اكثر يعني اول شي راح يكون لهم جائزة 4000 دولار للفريق للفريق يعني كل واحد يعني لا للفريق الواحد زين وراح يحصلون على ايضا هدايا يعني صندوق هدايا راح يحصلون وايضا على ارشادات من مختصين شركة جوجل افضل ثلاث حلول اللي هما ذول ها هي خلاص راح يكونون فائدين بالمسابقة هما افضل ثلاث حلول او افضل ثلاث فرق اللي هما راح يفوزون بالمسابقة راح يحصلون على 12000 دولار بالاضافة الى صندوق هدايا لكل شخص بالفريق وايضا الى جائزة نقدية وراح تكون لهم صفحة بالمدونة الخاصة مع المطورين جوجل طبعا هما شون يختارون هذول الافضل فرق يعني سوى افضل مية افضل عشرة افضل ثلاثة شون يختاروهم يتم اختيارهم عن طريق عدة نقاط يعني هما راح يجون يشوفون مشروعك على اساس مشروعك راح يطوك نقاط اول شي يشوفون انه انت هالمختار مشكلة من المشاكل الامم المتحدة للتلمية المستدامة يعني شين يأت المشكلة اللي مختارها شنو الحل اللي انت مختاره راح يقيمه على اساسك يطوك نقاط هل هناك يعني مثلا لازم شنو لازم يشوفون انه انت الحل مالتك مشاركوية اشخاص يعني اكو اشخاص فعلا مستخدمين الحل مالتك ومستخدمين المشروع مالتك اللي انت باني يطوك ملاحظاتهم ويكتبو لك ايضا ملاحظات وانت على اساسه راح تكتب يعني يا با انا مثلا اططيت الحل ماتي استخدموه ثلاثة اشخاص او اكثر من ثلاثة اشخاص انطرني هاي الملاحظة وهاي الملاحظة وهذا الشي شنه الخطوة التالية مالتك يعني هاي هنا انا يقول لك مثلا انت بنيت المشروع مالتك الخطوة التالية مالتك شنو هي يعني لازم تكون عندك اهداف مستقبلية للمشروع مالتك هاي ايضا طبعا هو اتو انت اتو انت شوفون كل نقطة من هاي النقاط عليها خمس نقاط منها الى ان تصير ميت نقطة يعني اتو اذا حصلت ميت نقطة راح تقدر انه تتأهل زين شنه اتو التقنيات مستخدمها يعني او شنو ما وصفها بالاركيتكتر الهندسة المعمارية يعني التقنيات اللي انت مستخدمها بالمشروع مالتك هل هي تقنيات من شركة جوجل مثل الفاير بيس الفلتر الكلاود او شنو هي مثلا ويب شنو انت التقنيات المستخدمها يعني لازم تكون تقنيات متطورة مثلا مو لغة برمجية قديمة او فالتقنية قديمة يعني يعني صارين ما يستخدموها هاي ايضا عليها خمس نقاط او شنو هي التل تحديات اللي واجهتها خلال بنائك للمشروع شنو هي يعني مثلا سواء من ناحية كتابة الكود سواء من ناحية يعني المشكلة انت يعني اللي دتفكر لها بحل وإلى آخره طبعا هي هاي هنا خمس نقاط إلى آخره من النقاط وكل وحدة رح يكون عليها خمس نقاط طبعا نحن هاي النقاط رح ندزلكم إياها لأنه هما على أساسها رح تقدمون انتو بالاستمارة يعني هاي الأسئلة رح تكون موجودة بالاستمارة مال تقديم مال حل فانتو لازم تكون يعني وحدة وحدة من عندها تجاوبون عليها وإحنا رح نسوي لكم مقروب وراح نجمعكم بي حتى يعني نعلمكم بشون خطوات مال تقديم مال استمارة في حال واجهتوا مشكلة من ناحية بناء المشاريع أو مشكلة يعني رح نسوي لكم مقروب وراح نجزلكم هاي النقاط علي حتى على أساسه تشوفون انه شون رح تبنون مشروعكم وشون رح تجاوبون على الأسئلة الأسئلة الشائعة اللي يسئلوها دائما آني إلا يعني مثلا يكون من أهداف التنمية المستدامة نعم لازم يكون من أهداف التنمية المستدامة يعني المشكلة مال تك اللي تتحلها من أهداف التنمية المستدامة أو يعاني من عدها المجتمع زين الفرق يعني كحد أقصى للفريق هو أربع فرق أنت تقدر تشارك وحدك يعني يقدر مثلا شخص يشارك أو شخصين ثلاثة أو أربعة بس الحد الأقصى للفرق هو أربع أشخاص يعني كل شخص يقدر يشارك وحده أيضا يعني مثلا إذا ما عندك فريق تقدر تشارك وحدك عادي لازم شخص واحد هو اللي يقدم الاستمارة يعني مثلا في حال أنه أربع يعني فريق بأربعة مو كلهم يقدمون على الاستمارة لا مثلا بس قائد الفريق أو شخص واحد هو اللي يقدم على الاستمارة وهو اللي يخلي مثلا الإيميالات ما اللي هم حاطين يعني خانة تحط بيها الإيميالات ما الفرق للأشخاص اللي مشارك ويك بالفريق وها هي لهنان هاي كل المعلومات اللي أنتوا لازم تعرفوها عن المسابقة طبعا المسابقة هي فقط والدراسات العليا يعني أنت في حال أنه شخص تشتغل أو بعدك يعني طالب يعني ثانوية فأنت تقدر تشارك بالحي بمسابقة تحدي الحلول لازم تكون منضم النوادي المطورين الطلبة سواء يعني أكون مثلا شابتر بجامعتك ما المطورين أو يعني تقدر أيضا أنه شابتر ثاني من غير جامعة يعني إذا ما عندك نوادي ما المطورين الطلبة بالجامعة ما تك تقدر أنه تنضم النادي الموجود بغير جامعة وتشارك بالمسابقة بس إذا لازم تكون منضم النوادي المطورين الطلبة يالله تقدر تشارك بالمسابقة إحنا راح نساويكم جروب على التليجرام هذا الجروب إحنا راح نعلمكم به شون تكونون يعني تنضموني بشكل رسمي حتى تكونون أعضاء يعني بالنوادي أو بنادي المطورين الطلبة الخاصة بجامعتنا حتى تقدرون أنه تشاركون بالمسابقة في حال أنه وانتواجهتوا مشكلة خلال التقديم خلال طبعا هم بشنو بالاستمارة راح يطلبون منكم أنه تصورون فيديو للمشروع مالتكم يعني فيديو شي يكون صغير تسعين ثانية أو دقيقة هو يعني تشرحون به عن فكرة مشروعكم مو فيديو طويل فإحنا راح نعلمكم أيضا شون يعني في حال أنه تحتاجون مساعدة بالتصوير في حال أنه تحتاجون مساعدة برفع مشارعكم على موقع غيت هاب لأنه هم شي يطلبون أنه تكون المشاريع مالتكم والكود مرفوع على غيت هاب حتى يقدرون يشوفوه ويقيموه للكود مالتكم فإحنا أيضا راح نساعدكم بهذا الشي إحنا راح نكون وياكم خطوة بخطوة أي شي تحتاجوا إحنا راح نكون وياكم وانا كلش أنصحكم أنه تشاركون بالمسابقة أنا عن نفسي شاركت بيها بسنة 2021 واستفادت كلش استفادت من هاي التجربة من ناحية أنه أخذت شهادة مال مشاركة من ناحية أنه أنا حطيت بالسي في ماتي أنه يا با أنا شاركت بمسابقة مع السلوشن تشالنج صح أنا ما فزت بس أنا كانت عدي شجاعة أنه أشارك وأنه أبتكر حل وأنه أبني مشروع الشي الثالث أنه إتوا راح تستفادون في حال يعني تتعلمون شغلات تقنية جديدة تبنون مشاريع هاي المشاريع ماتكم راح ترفعوها على الجيت هاب فهذا كله لكم يعني باشروا عقبة تردون تقدمون على شغل وظيفة أنتم مشتغلين مشروع ويعني مرافعي أيضا على موقع جيت هاب فيعني أكونش أنصحكم أنه تشاركون بالمسابقة سواء فزتوا لو ما فزتوا أنتم الفائزين وأنتوا الربحانين ومحصلين الفائدة وها هي أتمنى أنه أشوفكم كنكم مقدمين على الاستمارة ومشاركين وأبد لا تخافون يعني مهما كانت خبرتك التقنية بسيطة وما تقدر تبني مشاريع كبيرة شارك يعني مو إلا بمشروع كل شيء كبير يعني أنتم نسمعون مشروع تتواقعون أنه مشروع شوام مشاريع التخرج متكامل وكل التقنيات ب لا يعني إذا ما تقدرون أنه تبنون مشروع كبير نفسكم وها هي السلام عليكم في حال إردكم أي سؤال يمكنون اندزونا على الصفحة يمكنون أيضا أنه تسألونا على القروب في حال أنهم ضميتوا مع السلامة